النائبان بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري وعلي القطراني يعتزمان العودة إلى المجلس الرئاسي بعد انسحابهما منه اتجاه جاء بعد اجتماع عقداه مع النائبين بمجلس نواب زياد الغيم والصالحين عبد النبي في العاصمة المصرية القاهرة تزامن ذلك مع طلب عضو مجلس النواب صالح حمى من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقا موسى الكوني العدول عن استقالته والعودة إلى ممارسة مهامه المنصوص عليها في الاتفاق السياسي تحركات أثارت عديد التساؤلات والتحليلات بشأن توقيط وظرفية هذه الخطوات حيث يرجعها مراقبون إلى التطور في الموقف الإقليمي والدولي الذي حصر وأربك مشروع قائد عملية الكرام خليفة حفتر في زاوية التماهي مع المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية وفق التوافقات الدولية ما يعني أن عودة عضوي برق المقاطعين للمجلس والذين يمثلان حفتر قد تكون في اتجاه انخيرات كل من رئيس مجلس وابعق لصالح وحفتر في العملية السياسية والتوجه إلى إنجاز حكومة وحدة وطنية لسيما وأن عودة القطراني والمجبري جاءت بعد قناعتهما باستحالة تغيير الرئاسي الحالي في ظل حالة الاحتقان والتباعد بين البرلمان ومجلس الدولة وبعيدا عن الغوص في التحليلات وراء دوافع عودة المقاطعين للمجلس الرئاسي تبرز تساؤلات عن مآلاتها على المشهد السياسي والأمني فهل تكون العودة في صالح مسار التوافق بين كل الأطراف قبل انعقاد الملتقى الوطني الجامع الذي تعول الأمم المتحدة عليه لإفراز مشهد جديد يفضي إلى مشهد سياسي أكثر تقاربا وتفاهما أم أن الهدف من ورائها تحصيل منافع خاصة وعرقلة لعمل المجلس الرئاسي اشتركوا في القناة